رفقات ورفاق الأعزاء أعضاء وديوف مؤتمر الرابع لحزب سوريا المستقبل باسمي وباسمي كيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية أرحب بكم جميعا وأتمنى لعمال مؤتمركم كل النجاح من أجل مستقبل سوريا وخدمة للشعب السوري بكافة كوناته في البداية أود أن أشكر حزب سوريا المستقبل بقاعدته الشعبية وكل أعضائه وقيادته لوقوفه إلى جانب قواتنا في جميع معاركه ضد تنظيم الداعش الإرهابي وفي مقاومته للاحتلال التركي وتصديه لتدخلات الخارجية وذلك في جميع مناطق تواجدنا معا في هذه المرحلة التي ينعقد فيه مؤتمركم تواجه سوريا بشكل عام ومناطقنا مناطق شمال شخص سوريا بشكل خاص تحديات عديدة خطيرة متزايدة باتت اليوم تهدد مستقبل بلدنا فمن جهة نرى بأن خطر التنظيم الداعش ما زال موجودا وهذا التنظيم بوجوده يشكل تهديدا على إدارتنا وشعبنا وكذلك على الشعوب المنطقة والعالم أجمع ولولا عمليات المشتركة مع شركائنا اليومية التي نقوم بها التي تقوم بها قواتنا لخرجت هذه الهجمات من تحت السيطرة ومن جهة أخرى نرى بأن الاحتلال التركي ما زال قائما وهجمات الجوية التركية مستمرة وباتت تشمل البنية التحتية والخدمية وكل شيء يقدم هذا الشعب وذلك من أجل ضرب استقرار المنطقة ومنع الإدارة الذاتية من تقديم الخدمات للشعب لإجباره على الهجرة وفي المرحلة الأخيرة شهدنا محاولات النظام وحلفائه في زعزعة استقرار المنطقة وذلك من خلال تدخلاته الأمنية المباشرة ومحاولاته لخلق الفتن بين جميع مكونات المنطقة وفيات المجتمع ولذلك لا بد لنا جميعا من أجل إفشال هذه المحاولات ومجابات هذه التحديات من التكاتف والعمل معا بشكل مستمر وذلك من خلال القيام بعمليات تنظيم المجتمع وتوعيته بشكل شامل بالتأكيد حزب سوريا المستقبل قام بدور كبير في تنظيم فيات المجتمع وكذلك في قيادة مأسسات المدنية والإدارية ولكن إذا قارننا كل هذا مع التحديات الموجودة مع المخاطر الموجودة فإننا لا نعتبر ذلك كافيا ولا بد من الاستمرار بشكل أكبر في عملية التنظيم جميع مكونات شعب وجميع فئات المجتمع ولسيما الشبيبة والمرأة وكذلك لا بد من استكمال البنية التنظيمية للحزب لتشمل جميع المناطق من القرى في الريف إلى الأحياء في المدن ونتطلع أيضا من حزب سوريا المستقبل لأن تقوم بدور رياضي في رسم رؤية سياسية صائبة وخلاقة من أجل تحقيق حل سياسي للأزمة سورية وفي الختام نهنئ مرة أخرى أعمال مؤتمركم ونتمنى لكم كل النجاح والتوفيق وشكرا ترجمة نانسي قنقر